تباين أداء بورصة الكويت في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس بالتزامن مع انتهاء فترة إفصاح الشركات عن بياناتها المالية للنصف الأول والربع الثاني من العام الجاري ليسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعاً أسبوعياً بإقفاله عند مستوى 7291 نقطة بما كاسب بلغت 83 نقطة في المقابل تراجع مؤشر رئيسي 50 عند مستوى 5728 نقطة خاسراً 14 نقطة وهبط أيضاً مؤشر السوق الرئيسي عند مستوى 5434 نقطة بخسائر بلغت 7 نقاط وجاءت المحصلة الإجمالية الإسبوعية للمؤشر العام مرتفعة عند مستوى 6668 نقطة رابحاً نحو 56 على مستوى الإسبوع ارتفعت سيولة بورصة الكويت لتصل إلى 288 مليون دينار كما زادت أحجام التداول الإسبوعية لتصل إلى مليار و600 مليون سهم ترجمة نانسي قنقر